اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري واسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقاه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي كل التحية لفريق العمل معنا اليوم في الإخراج أيمن سرحيل وعندنا حمد المعيوف في التنسيق وكالعادة دكتورة ندى الملة صباح الخير صباح جلال بالخير دكتورة وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي طبعا اليوم عندنا مواضية كثيرة ما يضطر قلها ولكن هناك يعني خبر كان منشور في صحيفة البيان يتحدث عن صلاحية بطاقة التيمين الصحي الخاصة بكبار السن في إمارة دبي وفي عندنا الدكتور حيدر اليوسف دكتور صباحك الله بالخير نور يا محمد دكتور نحن في البداية أثرنا نحن ناخذ هذه المكالمة بداية البرنامج لأن هناك تصحيح لما نشر في صحيفة البيان بالنسبة لصلاحية بطاقة التأمين الصحي الخاصة بكبار السن فمنحنا ناخذ هذا التصحيح من قبلك دكتور وأيضا إن شاء الله لأننا نعرف وايد أسئلة بتينة على موضوع التأمين الصحي اليوم لكن ناخذ بعد منك وعد باشر تكون معانا في الستوديو كذلك إن شاء الله دكتور اتفضل دكتور نعم سأل مكلاب بالنسبة للخبر اللي ذكر أنه يتم تفعيل التأمين بعد ستة شهور الخبر مش دقيق الحقيقة بالنسبة للأمراض السابقة على التأمين هي التي يتم إدخال علاجها فقط ضمن تكاليف المغطان من قبل شركة التأمين بعد ستة شهور أما التأمين الصحي مفعل من اليوم الأول للحصول على الباقة التأمينية ويغطي كافة أنواع الخدمات والعلاج الصحي بالنسبة للمؤمن عليهم فقط الأمراض اللي كانت سابقة عندهم عن الحصول على باقة التأمين لأول مرة تغطى بعد ستة شهور وهذا شيء متعارف عليه عالميا في التأمين الصحي اللي هو ما يسمى بالتأمين الصحي الحقيقة في كثير من الدول وأنظمة التأمين الأمراض المزمنة أو الأمراض السابقة على التأمين لا تغطى أصلاً لكن حسب قانون وضمان الصحي في إمارة دبي يمكن وجود فترة انتظار إلى ستة شهور لتغطية الأمراض السابقة على التأمين وبعدها تلزم شركة التأمين بتوفير التأمين الصحي وعلاج الأمراض السابقة على التأمين كذلك بعد فترة الشهور وتتم تغطيتها على مدى الباقات القادمة للشخص وهذا في حد ذاته يعتبر إنجاز كبير لأن هذا الشيء في كثير من الدول كذلك مش موجود طيب دكتور يعني شوف أنا قلت لك باتينة واحد أسهلة عن التأمين أحنا شكري لك دكتور لكن بس علشان خاطرها أم أحمد قالتها عندي استفسار بخصوص بطاقة التأمين اللي سويناها للعاملات بعد كل ما نتصل عيادة ما يقبلونها ولا الحكومي ولا الخاص فشو الحل وما يردون على التيلفونات وموقعه ما فيه معلومات وشكراً بالنسبة للطبع المهم جداً نحن دائماً نذكر بالموضوع هذا أهمية معرفة شبكة مقدمي الخدمات بالنسبة أو العيادات اللي تغطى فيها الباطة كل شركة تأمين لها تعاطلات مع مجموعة من شركات التأمين العيادات المختلفة مهم جداً نحن نعرف العيادات اللي نحن مغطايين فيها إذا كان فيه عموماً أي عدم وضوح أو أي عدم تفضية يرد التواصل مباشرة مع الهيئة وعندنا الفريق يحل هالنوعية من المشاكل إذا كانت موجودة لكن نطلب منهم دائماً على جميع المواقع الإلكترونية لكل الشركات موجود فيها حال إذا حاولوا التواصل مع الشركة وما تم رد من قبل شركة التأمين يتواصلون معنا على طول وتسجل مخالفة على شركة التأمين طيب شكراً لك الدكتور وباتر إن شاء الله بتكون معانا إن شاء الله إن شاء الله شكراً لك دكتور أنا بس عشان أم محمد ما كانت تسمع المكالمة كان الدكتور يتحدث عن أهمية معرفة القائمة الخاصة بشركات التأمين ضروري جداً تطلعين على العقد نفسه وتشوفين القائمة اللي موجودة وبالنسبة للتأمين من استشجات الحكومية وكذا أعتقد أن باتر ما نطرح المزيد من الأسئلة حق الدكتور حيدر فتابعينا باتر بيكون معانا في الستوديو هنا اسألوا اللي تابعونا باتر عموماً الدكتور كان يتحدث عن مسألة إدارة التمويل الصحي يعني في دبي تؤكد أن صلاحية بطاقة التأمين الخاصة بكبار السن في دبي سارية بمجرد إصدارها مثل ما كان مكتوف البيان أن بعد ستة شهور لا أول ما تطلع البطاقة هي سارية المفعول أنزين وكبار السن مشمولين بخدمات التأمين الصحي فور إنهاء تعاقدهم مع إحدى شركات التأمين المرخصة وذلك باستثناء تغطية الأمراض السابقة على التأمين بمعنى حد من قبل مريض يتم تغطيتها بعد ستة شهور يعني مبنى ما يتم تغطيتها بعد ستة شهور يتم تغطيتها من التعاقد نفسه فأي مخالفة من قبل أي شركة من شركات التأمين لهذا النظام هذا الموضوع يعرض شركات التأمين للمسائلة اللي عنده صارت معاها أي حالة يروح يبلغ الهيئة ذكرنا لكم نحن أرقام التواصل وكيف تقدموني الشكوى أيضا باتشر بنخبركم أكثر عن هذا الموضوع أنا ما بغير أتطرق وايد لموضوع التأمين الصحي عنده السلساء بخصوص اصدار البطاقة لزوجة زوجة مواطن بوزارة الصحة في دبي طيب كل هذه الأسرة يا جماعة الخير نخليها لبكرة بزاكم الله خير نحن اليوم عندنا مواضيع ثانية التأمين الصحي باتشر ما نتكلم عنه طيب شكرا جزيلا لكم شو كان سؤال الحلقة عندكم في ولا هذا تبع كفاح الكعبي لا عموما دكتور نحن بس خلينا نذكرهم بموقع التأمين الصحي اللي ممكن يرد على كل الاستفسارات الخاصة فيهم الموقع اللي خاصته هيئة الصحة في دبي هو www.isahd.ae ادخلوا على الموقع يا جماعة شوفوا الخباقات التأمينية شوفوا من المفضل مشمولي بالتأمين كل الشروط وكل السفسارات موجودة ومثل ما قال الأخي محمود باتشر إن شاء الله دكتور حيدر بيكون معنا فجهزوا أسئلتكم حق باتشر على اللايب على قناة نوردبي أكاونت نوردبي وأكاونت هيئة الصحة في دبي والرسالة النصية ما ذكرناكم في اليوم على 4006 والمكالمات على 600 551414 إذن حساباتنا نوردبي على الانستغرام طالعين لايف معاكم وأيضا على DHA underscore دبي موجودين هنا وهناك ممكن نشوفون لايف عبر حسابات الانستغرام عموما دراسة تكشف أن الابن البكر هو الأذكى من بين أشقائه الآخرين وجد بحث جديداً الأطفال الأوائل في العائلة هم الأكثر ذكاء من أشقائهم الأصغر سناً وقد خاض خبراء الاقتصاد في جامعة أدنبران نقاشاً قديماً وخلصوا إلى أن المواليد الأوائل يحصلون على معدل أعلى في اختبارات الذكاء في عمر عام واحد مقارنة بأشقائهم وفسر الباحثون هذه النتائج بأن الطفل الأول يتلقى المزيد من التحفيز العقلي ودعم تنمية مهارات التفكير من والدي خلال سنوات عمره الأولى قامت الدراسة التي أجريت بالشراكة بين شركة أناليز جروب وجامعة سيدني بفحص بيانات الأطفال الأمريكيين التي جمعها المكتب الأمريكي لحصائيات العمل شملت هذه الدراسة خمسة آلاف طفل منذ فترات قبل الولادة وحتى 14 سنة بالإضافة إلى بيانات عن خلفية توسرهم وأوضاعهم الاقتصادية وتقييم مهارات الأطفال كل عامين كالقراءة والتعرف على الصور والمفردات وطبق الباحثون أسالي بحصائية لتحليل كيفية ارتباط سلوك الوالدين كالتدخين خلال فترة الحمل بمستوى الذكاء لدى الأطفال ووجد الباحثون أن الأباء والأمهات يقدمون تحفيزا عقليا أقل للأطفال الذين يولدون تاليا ويشاركون فيها شنطة أقل مثل القراءة والأشغال يدوية والعز على الآلات الموسيقية طبعا النتائج تشير إلى التحولات الكبيرة في سلوك الوالدين هي ما يفسر اختلاف الأطفال حسب ترتيبهم في الولادة شو رأيكم انتو؟ شو راجي الدكتورة؟ بقولك رأي محمد بس نسمع رسالة أسمى اليوم أسام معانا على الخط أسمى؟ صباحك خير يا أسمى؟ صباح لما أصبحكم الله بالنور صبحت الله بالخير؟ زحمة عندك يا أسمى؟ هنا حاليا موجودين في القمة العالمية للحكومات وماشاء الله نحضر واحد كبير لكن أحب أقول أن نحن كهيئة الصحة مشاركين بوجود عياداتنا بتأمين المنطقة الصحية للزوار والمتحدثين أيضا موجودين حتى في أماكن سكنهم لنقدم الخدمات الصحية على مدار الساعة جميل ممتاز طبعا هذه الصحة تغطي كافة الفعاليات الموجودة في دبي في أحدث طاقم طبي وطبة واسعافات أولية يكونوا موجودين دائما على مدار الساعة لخدمة الزوار جميل جميل عندك رسالة صباحية اليوم على السريع تعطينا إياها يا أسمة تتكلم عن وجبة الأفطار وجبة الأفطار تعد من الوجبات المهمة فهي تقيك من السكري عن بعض القلب وفعش الداصرة وزيادة الوزر جميل يا أسمة ونخليك أنت تتابعين القمة الحكومية بنتابعت إن شاء الله على أكاونت الهيئة بعد ما نخلص صحة وسعادة ويومك سعيد حبيب تحياتي الله إذن شكراً لأخت أسمة الجناحي أيضاً نحن تكلمنا عن دراسة أن الإبن البكر أذكى من الشقائه نحن دكتورة ما نطلع فاصل لأن أي من يبغي مننا هذا الفاصل بعد الفاصل ما نرجع ما نتكلم عن هذا الموضوع وأيضاً عندنا مواضيع أخرى فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى ونسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائماً إذاعة نور دبي قبل الفاصل دكتورة نحن كنا نتحدث عن الدراسة اللي تكشفها أن الأبن البكر أذكى من الشقائه شو رايك؟ ما قلتينها رايك؟ أنت كم ترتيبت أصلاً؟ أنا البكر أنت البكر؟ يعني متفقة لا، وشو محمود أنا ما أعتقد أن ترتيب الطفل في العائل يأثر في ذكاءه ممكن يأثر في شخصيته نعم بس الذكاء ما أحس مرتد بترتيبة لأن الأهل اللي يعطون كيف ربطو الدراسة ترى؟ أن الطفل الأول دائماً لأهل يعطونه اهتمام أكثر يعني تلاقي الأم تعطي وقت تعلم قراءة وتعلم الحروف وتعلم الألوان بينما إلى 100 طفل الثاني يقول لك الأم تكون مشغولة بالطفل يكون عندها طفلين فالاهتمام يكسو أقل هو الأم اللي تهتم فأول طفل بتهتم والله لين الطفل العاشر فما لخص أنا أحس دراسة مب دقيقة جداً مب دقيقة العلماء وصار فين 14 سنة حاطين هذه الأرقام والدراسات صح أمضوا فترة طويلة في الدراسة صار فين فلوس عليها بعد دكتور هي أكيد صار فين عليها فلوس زي بس ما عف أحس أنها فيها رأيتي الشخص يقول لا أنا أحس رأيتي الشخص يقول أنه ما لخص ترتيب الترتيب في ذكاء الطفل ما لخص طيب أنا يعني عند الترتيبك كام؟ أنا في النص ما شاء الله أنا عندي ترى عشان تي ما يأكيد لا 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 أنا أنا مو موضوع ما أنا أيد آه تأيد؟ أنا أيد لأن بأمانة يمكن المفروض أن يكون الاهتمام حكل الأبناء بنفس الوقت وهذا حتى دينياً مفروض صحيح بس صحيحة تعرفين حتى الأم بالتحديد عندها ولد شوية أقرب لها هي بس الأمة تبين ما تبين يعني ما في أمة تبين بس في واحد شوية قريب شكله محمود لا لا نتكلم شكل عام عموماً المساواة يا أمهات جميع الأطفال نفس الشي سواء كان تحسين أنت أقل أداء من أخوانه لازم مساواة الاختلاف وارد كله مختلفين ما في شخصي نفس الشي جميل صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام صباح الخير صباح النور أحس أنه في مشاكل في التيمين الصحي وتيمين على المركبات طيب تيمين الصحي يخصنا تيمين المركبات ما يخصنا باشر إن شاء الله بتكون حلقتنا وايد مركزة على موضوع التيمين شكرا على اهتمامك بالكاميرا أنت ملاحظة أنا وين رافع المايك يعني ليش ما تلزمون شركات التيمين بصدار بوليصات باللغة العربية الإلزام واضح ويجب أن تكون جميع البوليصات باللغة العربية الطفل البكر أثكى لاحظت هذا الشي واحد يقول أنا مع الدراسة ابنتي البكر تخرجت الأولى على جامعتها وابن الصغير وصف خامس وبهتم جدا دراسته والله المستعى ها هذه لناس ياسين يقولون كلام عكس التدكتورة اختلاف الجيل يا جماعة بعد عموما طيب نحن ما نتوجه لموضوع آخر بعيد عن موضوع التيمين بعيد عن موضوع الأبن البكر ما نتكلم عن مراكز فحص اللياقة الطبية الدكتور شو منصبها الدكتورة هي قولي أنا دكتورة نادل ملة أخصائي طب أسرة مدير وحدة الشؤون الطبية في مركز البرشاء الصحي أوكي يعني نائب المدير بالعامية نزيل شكرا مدير عودة يعني عموما شهدت مراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي خلال الفترة الماضية تحولا جذريا في بنيتها التحتية ونوعية خدماتها في الوقت الذي تجري فيه الهيئة مراجعات مكثفة لتحقيق أعلى درجات الجودة العالمية في مجال فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية أيضا تمضي تمضي الهيئة كذلك نحو إتمام تحويل جميع جراءاتها ومعاملاتها لتكون وفق أفضل التقنيات الذكية نحن نتحدث عن الكثير من المواطع في هذا المجال مع الأستاذة ميسى البستاني صباح جلال بالخير صباح نور وصور صباح جلال اليوم نحن نكمل معاك الحلقة على حسب وقتك إن شاء الله اللي يسمح لنا إياه أيضا أستاذة ميسى في البداية ما نتكلم بس لمحة عامة عن إدارة أو مراكز مراكز فحص اللياقة الطبية في هيئة الصحة تعطينا بس لمحة عامة عشان المستمعين يعرفون شو هي هذه المراكز كم عدد المراكز اللي موجودة عندنا وشو الخدمات اللي أنتو تقدمونها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نصبح إلى جميع المستمعين طبعا مراكز خدمات اللياقة الطبية هي مراكز متخصصة في فحص جميع الوافدين القادمين إلى الدولة أو المقيمين ضد الأمراض المعدية التي تسبب خطرا على الصحة العامة طبعا المراكز منتشر عندنا في قطاع ديرو في قطاع بردبي على حسب تمركز السكان في خطط توسعية طبعا سنوية حاليا لدينا 16 مركز مراكز رئيسية ومراكز فرعية بعض المراكز تستقبل جميع فئات المتعاملين وبعض المراكز هي مراكز خاضعة للمناطق الحرة وتستقبل فقط عملاء المناطق الحرة والمكفولين من قبل تلك المناطق الحرة المراكز الرئيسية لدينا مركز المحيصنة اللي يستقبل تقريبا يوميا في حدود 3,000 متعامل ومن المراكز الأخرى طبعا الرئيسية المركز الكرامة للخدمات السريعة ومركز القوز اللي تمت التوسع عليه منذ فترة كان تقريبا توسع كبرنا المركز من تقريبا 5,000 قدم مربع إلى تقريبا 22,000 قدم مربع جميل جميل بالإضافة إلى طبعا المركز الراشدية والمركز الصفاء للخدمات المتميزة والمراكز الأخرى اللي هي في المناطق الحرة مثل مركز جبل علي ومركز طيران الإمارات ومركز المنطقة الحرة لمطارات دبي وبعض المراكز الأخرى اللي هي تقدم خدمة خدم المنازل طيب في حد كاتب أنه ما يشي صوت قالت شباب تخبروني إذا الصوت واضح بالنسبة لكم ولا ما خلي أستاذ ميسا تعلي صوتها شوية لكن خبرونا لماذا لا يكون لكم في برنامج في التلفزيون ونحول هذا الموضوع للإدارة طيب أنت تحدثت أستاذ ميسا عن الأمراض اللي أنتو تفحصونها هناك بعض الأمراض المعدية وكذا بس تخبريني الفحوصات هي شوية الأمراض اللي تفحصونها بالضبط الفحوصات اللي نفحصها طبعا اللي هي محددة من قرار مجلس الوزراء في فحوصات خاصة للآملين بالأغضية والآملين بالوظائف اللي فيها طبعا Human Interaction اللي هي تواصل مع البشر اللي هي فحص الكبد الوبائي باء وجيم وفحص السل وفحص مرض الإيدز جميل نعم شو تختلف فحوصات الصحة المهنية عن لياقة طبية طبعا الصحة المهنية هي فحوصات طبية تخصصية للآملين ببعض الفئات الوظائف المحددة بعض الوظائف المعينة يعني مثلا عندك اللي يشتغلون في الأغضية وفي من اللي يشتغلون في الصناعات الغذائية أو في المصانع أو في البترول يعني في بعض الوظائف تحتاج إلى فحوصات إضافية للتأكد من سلامة وصحة هذا الشخص لبذل مجهود أو للعمل في هاي الوظيفة بالإضافة إلى سلامة المحيطين في بيئة العمل جميل اللياقة الطبية أنا كلها تحرر الواحد اللي يمارس رياضة ويسوي شسمه المسمى شوية فيه الأبس الهيئة تقدم من خلال مراكز اللياقة الطبية خدمات نوعية يتم توفيرها في بعض المراكز ومثلما ذكرت على مدار الساعة فخبرين عن هذه المراكز مركز المحيصنة يعمل 24 ساعة باستثناء يوم الجمعة عندنا مركز الكرامة يعمل الساعة الخامسة مساء مركز القوز يعمل الساعة التاسعة مساء وباقي المراكز تعمل وفق المناطق الحرة ومراكز الأخرى ساعات العمل العادية في هيئة الصحة من الساعة السبعة لساعة ثنين ونص لو حد حاب يأخذ الخدمة في المراكز مراكز اليقى الطبيعي هل يحتاج موعد أو هو النظام الوك إن أنه تذهب وتأخذ الخدمة في بعض المراكز اللي هي في المناطق الحرة طبعا يتحدد بالبواعيد ولكن المراكز الأخرى كلها بالوك إن كلها بالوك إن وكم تستغرق الخدمة يعني من يدخل المتعامل ليه ما يخلص تقريبا كم رحلة المتعامل يعتمد على وقت الذروة في وقت الذروة أحيانا يوصل وقت الخدمة إلى 45 دقيقة إذا ما عندنا أزدحام يعني ما ممكن يكون 20 دقيقة نص ساعة في خدمات VIP عندهم شو هي خبرين خدمات VIP اللي هي إصدار الشهادة خلال 4 ساعات جميل والخدمة العادية خلال كم تطلع الخدمة العادية اللي هي خلال 5 أيام عمل وفي عندنا خدمة 24 ساعة وخدمة 48 ساعة جميل وأسعارا تختلف تختلف الأسعار لأنه يبغي يخدم صح يكون هم مستعيل عليهم جميل جميل طبعا أكيد عدد أنت عندكم عدد مهولة من المتعاملين مراكز زياقة طبية حتى لما نحن نشوف الإحصائيات أسحم من المراكز الصحية العادية فتقريبا تتخبرين بعض الإحصائيات العام سوينا بشكل عام مليون 900 ألف تقريبا مراجع من ضمنها كان 700 ألف مراجع من فئة الخدمات العاجلة وفي آي بي 700 ألف من الملات يعني معناها سعر مناسب إذا 700 ألف راحوا لها الخدمة معناها أكيد أن السعر يكون مناسب تشمل الأربع ساعات والأربع وشن ساعة والثمانة وأربعين ساعة ممتاز طبعا في بعض المتعاملين يكون متأخر في إصدار الإقامة أو عندهم مثلا شورتج أو بي سافر أو بي سير مكان في يشوف أن الأفضل أن يأخذ الخدمات العاجلة عن الخدمة العادية أيضا مسار الشخص اللي يقدم على الخدمات الفي آي بي يختلف عن المسار الشخص العادي الخدمات الأربع ساعات لدينا الفاستراك ولكن الخدمات الأخرى يعني هي عادية هي تمشي عن نفس المسار طيب شو يعني الفاستراك شو اللي يسوون بالضبط إنه نعطيه الأولوية أي يدخل على طول يأخذ الأولوية بأخذ الخدمة ممتاز في أرقام وأشياء تبغين تذكرينها بعد بالنسبة لإنجازاتكم في 2016 في 2016 طبعا كان فيه تحديث كامل المركز الراشدية هو كان مركز خاص للسيدات ولكن نحن استونا للأبوغريد وستونا نستقبل العوائل ممتاز غالبا الزوج مع الزوجة يون حق المركز حق تقديم الخدمة جميل فكبرنا المركز واستوعبنا العوائل استحدثنا خدمة الصحة المهنية في مركز أبتون جميل وإن شاء الله بيكون في مراكز حديثة في المستقبل القريب في مركز إن شاء الله بنفتتها على الشهر الياي اللي هو بحيرة أبراج جميرة جميل وبيكون بسعة 30 ألف قدم بيكون جزء مننا حق الصحة المهنية وبيكون جزء مننا لياقة طبية إدارة متميزة وفقكم الله كاتبين أرجو كتابة عنوان الموضوع إن شاء الله نحن موضوعنا كان نتحدث عن خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي وركزنا على موضوع مركز الراشدية اللي تم تحويله يعني أو توسعته والأبوغريت شو يعني بالعربية أبوغريت؟ ترقية ترقية صح ترقية هذا المركز وتطويره صحيح نحن بنسوي لهم أجراءات تكون فيها خدمة أكثر فيها جودة وأكثر إن شاء الله المجمهور يكون فيها سعيد بأخطر خدمة إن شاء الله إن شاء الله وأيضاً الإدارة عنده مفاجأة نحن كنا نمغي نطرق له لكن قالت ميسا خلوها لوقتها إن شاء الله هناك مفاجأة للمتعاملين بيتعرفون عليها في القادم من الأيام فكل التوفيق ساذة ميسا البستاني مدير مراكز الصحية مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية خدمات اللياقة الصحية الطبية صح؟ صح لا هي أنا خربط في الاسم مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية شكراً لك ساذة ميسا شكراً لك يومش سعيد وأيضاً مستمعين نحن متواصلين معكم بعد الفاصل إن شاء الله من الطرق لمواضيع تهمكم كذلك فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4-0-6 4-0-6 وأيضاً موجودين معاكم في الانستغرام لايف في حساب نور دبي وحساب هيئة الصحة اللي هو DHA underscore دبي ساذة ميسا قبل التروحين بس لو فيه إمكانية توسعة مركز المحيصنة يا قايدين إن شاء الله بيكون فيه استبدال كامل لمركز المحيصنة جميل إن شاء الله استبدال كامل للمركز عموماً قلناكم فيه وائد مفاجهة فاصلوا وراجعين صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى ومسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة هذا الذي البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائماً إذاعة نور دبي طيب أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل نصية على أربعة صفر صفر ستة أربعة صفر صفر ستة وأيضاً موجودين معاكم عبر حسابات نور دبي إذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف موجودين معاكم وأيضاً عبر DHA underscore دبي حد يكتب لي بالروسي يكتبوا لي ما أدري كذا يعني ثقافتي فرنسية زين الله يعطيكم العافية شو مكتوب هذي مبدعين والتوصيكم للمعلومة رائع وخفيف شكراً لك شكراً إذن أيضاً المهم أنتو تستفيدون هذا هم شيء عموماً دكتورة نحن من الطرق لموضوع يعني تعرفون الجو بدأ شوي تبدل وفي غبرة وهو صحيح نزيل تزيد الأمراض في هذه الفترة دكتورة لكن أثناء الغبار هذا هاي شو الواحد لازم يسويه علشان يقي نفسه من الأمراض المعدية أوكي أولاً هالفترة هو يسمونه تقلبات الجو اللي دائماً نتكلم عنها ودائماً نحذر منها وهذا موسم الحساسية يعني اللي عندهم حساسية لازم هالفترة يحاسبونها عن نفسهم طبعاً ما يستويه غبار براء شو لازم الواحد يسويه أولاً يا جماعة مهم جداً جداً فترة الغبار حتى لما تشوف أنت فيه غبار في الجو يعني مرات تقول ما حس الجو مغبر ولكن يكون فيه نسبة من الغبار موجودة في هالفترة أفضل أولاً الأطفال ما يلعبون في الخارج اللي تخيم العبون مثلاً في الحوش أو تدينهم حديقة الجو ما يناسب ترى هالفترة الأحواض السباحة هالفترة ما ننصح فيها أبداً 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 حتى لو كان حوض السباحة اللي يسمونها temperature controlled أو يعني دافي ما ننصح فيه لأن الطفل اللي يقعد في الحوض عشر دقايق وبرع الحوض من الساعة خروجه ودخوله من الحوض كل الوقت يسبب حساسية شديدة في الأنف وفي الحلق وفي الصدر فمتنعوا عن هذا رقم ثلاثة أغلقوا النوافذ والبيبان بشكل جيد جداً تأكدوا أصلاً درايشكم أو نوافذكم في البيت ما تسرب ما تدخل الهوى والغبار بشكل جيد بتلاقوا فيه فتحة صغيرة يدخل منها الغبار دائماً تأكدوا وإنما فيه خصوصاً للدرايش اللي تكون خلف السرة النوم يعني تلاقي في معظم البيوت السرير وورا تكون النافذة فوانت نايم طول الليل هالهوى يدخل ويشلك الغبار وانت نايم فيسبب حالات تحسس شديدة وحتى تحت الباب إذا لاحظتم تحت الباب فيه فراغ يدخل منها الهوى معنى الغبار رح يدخلكم فدائماً سدوا هذه الفتحة لأنه هالغبار يدش يتراكم ويسبب لكم حساسيات هذه أهم نصائح نقولها في فترة الغبار طيب عاش محمود وعاش الدكتورة ندح عاش تيامي شكراً نادي يا سيند عاش نشجع الله أعطيكم العافية مبدعين وتوصيكم المعلومة رايحة ذكرناها شكراً صباح عافية دكتورة صباحكم صباحون عليك دكتورة كلهم شكراً طيب أه أروح على موضوع ثاني دكتورة يمكن لها علاقة بشكل غير مباشر بالموضوع اللي طرحتي ولكن يقول تنجح فريق من الباحثين في ابتكار جهاز متطور بإمكانه تحليل رائحة أنفاس الشخص بالاعتماد على مجموعة من أجهزة الاستشعار الدقيقة المتصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الفريق الباحثين ابتكروا جهاز الإلكتروني يمكن اكتشاف 17 مرض 17 مرض مختلف عن طريق تحليل تركيب الكيمياء لأنفاس المريض ويوضح الموقع الإلكتروني المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا أن فريق البحث قرر تطوير هذه التقنية عن طريق ابتكار جهاز يستطيع تحليل بصمة الرائحة للأمراض المختلفة ويكمن سر نجاح الجهاز الجديد فإنه عندما يتنفس الإنسان تخرج مع أنفاسه غازات مختلفة مثل النتروجين ثاني اكسيد الكربون الاكسوجين فضلا عن أكثر من مئة مركب كيميائي متطاير تخيل الواحد من ريحة حلجة بيعرفون كم مرض فيه 17 مرر هو تشوف محمود الحين عن طريق النفس نقدر نشخص بكتيريا المعدة في جهاز معين الناس اللي يكون عندهم حمود فترة طويلة سوء هضم عن طريق النفس نعرف إذا عنده بكتيريا في المعدة أو لا بس عن طريق النفس فهم اخذوا هالفكرة الجهاز وطوروا بحيث أنه ممكن يكتشفون أمراض أخرى طبعا لأن الحين التحول سحبة الدم هذه فتلاحظون إن شاء الله عشر سنوات أو خمس سنوات جدا ما في داعي سحبة الدم كلها عن طريق النفس عن طريق بصمة الأصبع عن طريق بصمة القدم ناقض تحاليل كامل وتشخيص كامل للجسم أمهرة تسأل عن شو موضوع الحلقة نحن تكلم عن وائد مواضيع الآن بس فتحنا موضوع شوية النقاش معاكم مفتوح نطرق لبعض تقلبات الجو اللي قاعدة تصير وأيضا بعض المواضيع الثانية اللي ممكن اتمر على باركم فاللي عنده أي سؤال ممكن يتوجه بالسؤال للدكتورة دكتور شو تبغين تقولين عن جهاز البخار ومحمود معلومة أنا أحب أحطيها لجميع لأن معظم أطفالنا عندهم حساسية أو ربو فبايد أمواض ما يعفون طريقة سليمة لإستخدام جهاز البخار اللي يسمون النبيولايزر اللي تحطين فيه الدواء يتنفس يا جماعة مهم جدا جدا بعد ما تحطون الدواء أهم مرحلة أول خمس دقائق بالساعة تعدونها خمس دقائق لما يطلع البخار هال الخمس دقائق هي لفيها الدواء فقط بعدها الخمس دقائق يكون ماء خالي لا يوجد فيه دواء فالركز فأول خمس دقائق عقب هالخمس دقائق هادي الطفل لو بيشل البخار عن حلجه ما في مشكلة بس في يوم ما تقولك أنا قاعد الطفل على الجهاز عشرين دقيقة ما استفاد لأن الطفل يتحرك وايد فأول خمس دقائق يكون معظم الدواء تطاير فتركزوا على أول خمس دقائق بضة من بعد ما تحطون الدواء بعد هذا ما رح يكون ترفيه الدواء في الجهاز طيب دكتورة أنا بداية انفلونزا شو تنصحين عشان أطيب بسرعة اشرب الماء بكثرة اشرب أشياء الدافية إذا تحس عندك بداية احتقان أفضل تاخذ أدوية الاحتقان المعروفة حب أو حبتين في اليم حسب الدواء لمدة عشرة أيام الناس توقف عقب ثلاثة أربعة أيام وعقب تقول ردزة شامرة ثانية لازم عشرة أيام إلى أسبوعين تكملون عليه حتى عقبوا ما يروح الاحتقان أنزيل فيه واحدة اللي قولنا سوالي للدكتورة عن القلب عادي تفضلي إذا فيه شيء نعرفه نعطيك نحن سب نغزات من قلبي إلين الظهر وايد اللي يسار تنمل هذه عراض خطيرة ليس كل ألم في الصدر يعتبر دليل على مرض في القلب ترى للمفاجئة كثير من هالأمراض أو النغزات يعتبر غازات يعبر عن غازات في رأس المعدة أنزيل تنمل يديها الإسارة يعني مقدمات جلطة لا سمح الله يعني أحمد حمود بيخوفها لا لا روحي أقرب مركز خلي نسويش تخطيطنا القلب ونطلبش تحليل هرمونات القلب أو إنزيمات القلب يسمونه بس يعتمد طبعا العمر على الحالة الصحية لأنشاء شاكل صحية قبل ولا لا مشاكل في القلب قبل ولا لا بس إن شاء الله إن شاء الله ما في شيء بس روحي في حصيب ازي واحد داش هلو دير فرينز إنجليش تانكو بريماتش أنا رحت لدكتور وشفت القلب وقالولي ما في شيء آس شاء الله ما فيت شيء ما فيت شيء أحيانا ترى الوسواس أحيانا ترى الوسواس العمل نفسي جدا مؤثر ترى صحيح طيب دراسة دكتور يعني ممكن نتكلم فيها على موضوع الغذاء شو راييتش نتكلم عن شيء خاص قبل ما نروح للغذاء محبوبنا تكلمنا عن جهاز البخار بمنى في تماشية مع الجو الجميل لبرة جماعة فيه معلومة مهمة لما تشترون منقي الهواء وايد ناس عارفهم يشترون منقي الهواء عشان عيانهم عندهم ربو أو عندهم حساسية يقول لك ما استفدنا منه مهم جدا لما تشتري منقي الهواء صح منقي الهواء هواء يكون غالي يعني ممكن يكون 800 درهم 1500 درهم يكون غالي ولكن لا تسترخص فيه يعني بخ منقي الهواء صغير وانا عندي حجرة كبرها لستوديو ما رح تستفيد لازم لما تشترون منقي الهواء عشان تستفيدوا منه وينقي لكم الهواء الغرفة اتخبرون العامل في المحل عن حجم الغرفة تقريبا عشان يكون متوازي إذا الغرفة كبيرة ومنقي صغير ما رح يقدين نقي لكم الهواء فلازم يمشي مع بعض فلا تسترخصون فيه هو عبار استثمار شو كبر المنقي يعني كم يعني لازم يكون يعني منقي إذا حجرة كبر هذه كبر السوديو مالنا كبير السوديو صغير مالنا هذا يعني متوسط الحجم يعني لازم يعني ترى المنقيات تكون معاها مساحات يعني لو سألت العامل يقول لك هذه كف غرفة مساحتها تشي إلى تشي مثلا ثلاثة متر ثلاثة متر خمسة متر خمسة متر فعرفوا المقاسات التقريبية للغرف ومثلا بتحط المنقي هواء في صالة مفتوحة على صالة على صالة هذا ما رح تستفيدوا منه الفكرة منه إنه يكون مساحة محددة يقدر يسحب كل الهواء ينقي ورد يطلعه مرة ثانية فنتبهوا لها النقطة السلام عليكم برنامج رايش شكرا لك دكتورة شورايش بأخذ حبوب أوميغا أو فيتامين سي للنظارة البشرة أو أخذ حبوب بايوتين للشعر والأظافر أوميغا 3 ليس له علاقة يعني حتى الشركة المصنعة مالتها أما الأوميغا 3 تقولك ليس علاقة لها لا بالأظافر ولا بالرموش ولا بالشعر ولا بالبشرة فلا تأخذون هذا الأساس لا يوجد منها فائدة يعني الشركة نفسها لو تبتسوق شانقاتي ينفع بس وملا ينفع فيتامين سي للنظارة عليها علامة تستفهم هل فعلا ينفع ولا لا لا يوجد دراسة مؤكدة على هذا البايوتين زين بس شوفوا يا جماعة خصوصا للشعر الشعر بالذات تغذية تبتدي من الداخل لا يوجد فيتامين محدد ستأخذينه يقويل الشعر التغذية السليمة هي الأساس شربوا ماء يعني شربوا ماء يكلوا فواكه وخضار ومنتجات الألبان تعرفين المندرين اللي هو أخل برتقة أيوة نحن شنسمين نحن صنطرة وفي بعض الأخوان العرب يوسف فندي أو اليوسفي بجميع اللغة في دراسة من علماء يابانيين اكتشفوا أن تناول فاكهات المندرين أو اليوسف فندي أو اليوسفي أو الصنطرة نوع من فواكه التي تشبه البرتقال أعتقد يعني الكل عرفة يفيد في الحد من أخطار سرطان الكبد والأمراض الأخرى المتعلقة به ووجد العلماء أن المفتاح يكمن في مركبات فيتامين اي والمسمى يعني بالكارتوتينوديات التي تعطي اليوسفي لونه البرتقالي طبعا حسب أحد الدراسات وصل العلماء إلى أن كل شخص يأكل المندرين يتم تخفيض خطر الإصابة بسرطان الكبد وتصل بالشرايين ومقاومة الأنسولين دراسة ثانية وجد العلماء أن شرب عصير المندرين يخفض احتمال تطور التهابات الكبد المزمنة إلى السرطان في مرحلة لاحقة طبعا هذه الدراسة شملت 1073 شخص تناول كل منهم كميات كبيرة من برتقال المندرين وجد العلماء وشارة كيميائية في عينات دماء المرض مرتبطة بحد أقل من الإصابة بأعراض خطيرة متعددة فكله صنطرة بارك الله فيكم وغني جدا بالفيتامين سي ترى للصنطرة في أسألة أنا ما شفت الدكتورة سامحيني هل صحيح منقل هوا إذا تعود عليها الطفل من الصغر ممكن يضره إذا تركه وقت الكبر أصدقى البخار النبي لايزا لا يا جماعة ما حاج يتعود عليه إذا تعود عليه معنى فيه دواء مخدر وإن يبي لايزا لا ما فيه دواء مخدر لا ليس صحيحا بدأوا يسرون عن بعض الأدوية أو الأشياء التجارية الدكتورة في موضوع الشعر شو ممكن نقول بشكل عام عن موضوع الشعر واحد كاتب لي ياباني بارك الله فيك أنا روسي ما خلص صحيح ياباني ثقافت فرنسية محمود الفرنسية أوكي ما أدري ياباني صيني بعد الله العالم يا جماعة تغذية الشعر دائما نقول تبتدي من الداخل يعني أي شيء تحطين على الشعر من برع يفيده بنسبة بسيطة ولكن اللي أنتو تأكلونه يأثر على الشعر ويا جماعة الشعر ترى أساسه جينات يعني لا تقولون في شعوب معينة شعورهم حلوة لأنهم يأكلون شي يأكلون شي ليس له علاقة هي عبارة عن جينات جينات شعوب معينة شعورهم تكون طويلة وحلوة وغليظة إحنا جيناتنا بالخليج بشكل عام شعورنا تكون تميل اللون الغامج ولكن ليست كثيفة جدا هذه جينات إحنا عندنا كيف نقوي الشعر تغذية سليمة لا يقولون هذا أمبولات تنحط على الشعر وفيتامين سي كابسولات تنحط على الشعر تفركين في الفروة وهو الزيت وهالأشياء يغذي الشعر عشرة إلى 15% فقط ولكن الباجي تغذية من داخل لأن بصلت الشعر داخل ومهم يا بنات اللي بتحط زيت على الشعر عشان تغذي الشعر ممنوع نحطه ليلة كاملة أو 8 ساعات أو 10 ساعات يغذي الشعر بالعكس بيسوي تساقط أكثر ليش؟ لأن لما تحطين الزيت على الشعر يفتح لتش مسام الشعر فالشعر تطيح أسهل الزيت ينحط فقط نص ساعة إلى ساعة قبل غسيل الشعر فقط ممنوع نبات فيه ممنوع طيب أيمن متعي لميلادك تعفين بيبله هدية شو بيبله؟ مش شط وشامبو دكتورة صح أن الروب أو الزبادي يزيد مناعة الجسم؟ معلومة غير دقيقة 100% ولكن فيه خمائر تحسن الهضم ما يزيد مناعة تحسن الهضم طيب هلا هلا منورين محمود لك وحشة شكرا لكم أسأل أيمن شو يشجع؟ أيمن شو تشجع؟ شو تشجع أيمن؟ أي فريق؟ كرة؟ برشلون ما أسمع فيه دراسات أن منتجات الألبان تزيد استهلاك الكالسيوم من العظام ويسبب نقصه وليس زيادته ويسبب ترسب الكالسيوم في الشعر مما يؤدي إلى بيضاض الشعر ما رأيكم؟ بيضاض الشعر من منتجات الألبان؟ أنت ما تسمعتي سؤالي مشغوله هناك؟ لا حرام معهم نزيل فيه دراسات أن منتجات الألبان تزيد استهلاك الكالسيوم من العظام ويسبب نقصه وليس زيادته ويسبب ترسب الكالسيوم في الشعر مما يؤدي إلى بيضاض الشعر يا جماعة بيضاض الشعر ليس له علاقة بالكالسيوم بيضاض الشعر عبارة الشعر لما تبيض هل تموت؟ لا مش شعره ميته هذا عبارة خاطئة يبيض اللون فقط لأن الصبغة تروح منها ولا يترسب عليها الكالسيوم بارك الله فيكم ولكن هل يزيد امتصاص الكالسيوم من العظام؟ معلومة ليس متأكدة منها بس ما أعتقد أوعدكم بقرة وبجاوب عليها إن شاء الله باتر طيب شو هي الأغذية؟ اللي؟ أنت تكلمت عن الغذاء الشعر؟ اه الغذاء المتوازع يعني يكون فيه بروتين يكون فيه فيتامينات يعني الخضارة والفاكهة والبروتينات جدا جدا مهمة لتغذية كامل الجسم حتى البشرة الشعر أضافر الرموش كلها بالتغذية السليمة يعني ما نحرم نفسنا من شيء ما نكون فقط نباتيين ما يكون أكلنا كلها فاست فود يكون أكلنا متوازن وشرب الماء جدا مهم ترى طيب في حساب نور دبي برنامج رائع منور أستاذ محمود هالو دير هاوريو هذا حين راح من هذا الحساب نطرنا في الحساب الثاني في ديتكم في كاتبة كوكو السليمن سألنا برشلوني طلع برشلوني يعطيكم العافية برنامج مفيد ومميز السحقون التقدير شكرا لكم محمد إذن دكتورا نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله غدا في العديد من الموضع باشر عندنا موضوع التيمين الصحي مثل ما وعدنا دكتور وإن شاء الله ما يستجد عنده أي شيء ويكون متواجد معنا في الستوديو يكون معنا إن شاء الله وبيرد على كل استفساراتكم شكرا لك دكتورا ندى شكرا لك يا محمود شكرا لك يا حمد المعيوف كل شكر حقائمة سرحية لمخرجنا وأيضا حين انضمت لنا ميتة بنبيات ميتة بنبيات للسوديو بتتابعون مع هالبرنامج القادم شو اسمه البرنامج اللي عقبي مع الحياة شو اسمه رحلة الحياة نور دبي تابعوا لمتابعين على نور دبي بيكون عندنا برنامج رحلة الحياة مع مرهان وأيضا دكتور محمد رمضان بيكون مع مرهان طبعا المخرجة ميثبيات أنزي شكرا لكم نشوفكم باتشر حتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي محدثكم حمود يوسف العري وكانت معاكم ند الملة دكتور ند الملة وأيضا الحمد المعيوف ودمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر